الخبر الأول الذي عدنا عن نارين بيوتي وموفلوكس وتحديثات للمشكلة اللي صايرة بينتهم فبعد ما كل واحد لغى المتابعة من الثاني ولكن بعدها موفلوكس رجع الفولو لحساب ناري بالإنستغرام لكن كل هاللحظات ورجع لغى الفولو من حساب ناري وحاليا صارهم حوالي أسبوعين مملتقين بالبعض ولا حتى صوروا مخاطعوية بعض فمن الواضح الصراحة أنه أكو شيء صاير بينتهم رغم أنه واي من المتابعين يقولون أن القصة مقلبة يسوي بينا مثل ريدر وياسو ولكن الصراحة ما توقع هذا الشيء صحيح عليكم أن يكتبونا بالكومنتات شون تتوقعون اللي صاير وكتبونا تحرياتكم الخبر الثاني اللي عدنا عن أصالة المالح وأعلانها عن أغنيتها الجديدة فأصالة نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي تطلبين من المتابعين أنه يكتبو لها أسئلة واحد من الأسئلة اللي جاهها واللي هو أصول متحت نزل أغنية جديدة فترد علي أصالة أنه كومنكسون يعني قريبا فهل ستتوقعون يا حبايبن اللغنية ممكن تكونها مرأنس وأصالة وها رح تكون أقوى من اللغنية الأولى كتبونا كل توقعاتكم وحماسكم بالكومنتات وبالنسبة اللي حاب نكمل باقي الستوريات فموجودة بقناتي الثانية بالوصف حطلكم إياها الخبر الثالث اللي عدنا عن إيمو مار واعتراف بحب القمر مار وبنفس الوقت طبعا يعتذر من عدها على اللي سوى واللي هو نشر هذا التسجيل القمر مار اللي تحجي به على نور مار اللي مفاهم الموضوع بالكامل يروح تشوف هذا المقطع اللي نزلتها تقريبا مبارحة وشرحت بي القصة كاملة في عمو نزل على حسابة بالإنستجرام هذا اللي ستوري اللي يعتذر بي من قمر وبنفس الوقت يقول عن كل شيء يحبها مهم نحطيكم هذا الستوري شوفو كيكون يا حباتي يا الباتي أنا هلأ بدي أعتذر من أمر كتير كتير لأني أنا أصدي مو أضر الأمر بس قد كان أوضح لكم شوي اللي ما بتعرفوا أنتو بس كنت بدي أوضح لكم شوي أعتذر منك يا أمر كتير كتير بتعرفوا أنا بحب أمر بعزوا يعني بحبوا مشان هيك أعتذر منك يا أمر كتير كتير بس بدي أوضح لكم كنت هات سلام حباتي البات الخبر الرابع اللي عدنا عن يارا مار وردها على إيمو مار لأن إيمو اتهم نور مار أنه هو اللي جبر الفريق على إلغاء الفولو من حسابة بالإنستجرام فيارا مار نزلت على حسابة بالإنستجرام هذا الستوري اللي تقول بي أنه إحنا مو مجبورين على أي شيء ومن هذا الكلام رح حط لكم إياه شوفوا مرحبا كيف كون يا زماعة بس بحب أقول لكم أنه إحنا محدا بيجبرنا على شيء أبدا بس لحنا وقت اللي عرفنا الموضوع شوفنا مع مين الحق ومين ما معه حق شلنا الفولو بس وغير هيك بحب أقول لكم أنه كلكم رح يرفع الشاشة شوفوا الفيديو اللي نزل الفيديو كتير حل الخبر الخامس اللي عدنا عن سيد راب يوتي وآخيرا عودتها لليوتيوب طبعا هذي قناة اللي حاب أنه يرجع يشترك بيها أو إنشان مشترك بيها فألف مبروك على العودة وأكيد منتظرين المقاطع الخرافية بقرب وقت وبما أنه قد نحكي على سيد راب يوتي خلينا نتقل الشيريني بيوتي اللي نزلت هذا الستوري اللي تقول بي تعب دمار رايح نام بدكم شيء لا أوك باي وبس والله إنه وصلنا لنهاية المقطع تمنى المقطع جاء وكنوا لا تنسوا تحطوه لها كتشاركوه بالقناة جاء لكم فإزداء مقاطعات مملكة الخصص وبس مع السلامة